خليني أرجع لحدك حسين بي خليني نروح لعطف بعجلان عضو غرفة شركات سياحة وبرضو احنا في نفس الإطار يعني حسين بي تكلم على احنا عندنا إمكانيات ومصر صنفت كوجهة سياحية خلال 22 و 23 كل دول العالم قالت انه مصر وجهة سياحية رائعة وآمنة إلى آخره لكن في النهاية والأحداث زادت برضو خلينا نتكلم وامانة زادت بشكل كبير جدا غير متوقع والعائلات زادت لكن أحلامنا لسه بعيد الأهل اللي احنا عايزين نطبقه لسه بتحققاش إزاي نوصل لأحلامنا السياحية إزاي فعلا هو حطي يده على فكرة أنه أنا عندي وجهات سياحية محتاجين تسويق 365 يوم في السنة ومحتاجين شرطر ومحتاجين أماكن وفراغات إلى آخره حدك تفضل كينو معك خليني أخذ من المقدمة اللي حدك بدأت بيها الفقرة أنه حدك قلت صناعة سياحة تمام؟ إحنا على مدار فترة طويلة جدا تقارب ممكن أقول 30 سنة ما كانش عندنا صناعة سياحة بالمعنى الحقيق لكلمة صناعة إحنا كنا بلد بتبيع منتج سياحي لكننا مش بلد سياحي دي حاجة صعبة شوية يعني لغاية أعتقد حدثة لأسر ودي كانت فارقة في تاريخ السياحة المصرية ما قبل حدثة لأسر حدك كلنا عيشنا ده طبعا حولنا السياحة بتاعتنا فقط السياحة الشاطئية عشان نرجع لما قبل حدثة لأسر حدك قبل حدثة لأسر في مدان التحرير أو في شرع الهرم أو في الأماكن الأثرية والسياحية المصرية كنت بتلاقي الكافيهات مليانة سياح والسياح عندهم حرية كاملة في التحرك في البلد النهاردة طريقتنا خلال الثلاثين سنة اللي فاتت في العالم اختلفت نهندر سايح منها عايز بلد يقدر يمشي فيها ويستخدم كل الحاجات اللي في البلد دي سواء شوارع أو طرق أو مطاعم أو كافيهات بحرية تامة لغاية ما ده يحصل في مصر وإن شاء الله يعني هيحصل قريبا أو مش حصل ليه لا إحنا عدينا بفترة صعبة خلينا نتفق إنه كان عندنا بس وصلنا للنموذج دوقتي إحنا وصلنا بشكل كبير بس لسه في بيروقراطية بشكل أو باخر خلينا نتفق عشان نبقى شايفين الحقيقة بشكل كامل عشرين اتنين وعشرين 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 تلاتة وعشرين من أعظم السنوات السياحية اللي مصر مرد بها تتخطى ألفين وعشر اللي كان فيه ناس كتير بتتغنى بيها ما كانتش قياس بس ما كان كان قياس خاطئ لأنه ما كانتش كنا عاملين 14 مليون سايح بداخل عشر مليون آه الفكرة بالعائد أنا بالنسبة لي كراجل سياحة في الأول في الآخر ناس بتوع بزنس في الأول في الآخر داخل كامل البلد دي فلوس أنا مش مهم عندي عندي مئة مليون سايح لكن في الآخر متوسط الأنفاق عندي ضعيف ما هياش حاجة حلوية تمام؟ عشان يبقى عندنا صناعة سياحة حقيقة لازم نشوف إحنا عاملين إزاي في العالم إحنا في منطقة شرق أوسط فلينا منافسين في الشرق الأوسط طبع لكن هم منافسين مش حقيقين أول لأن أنا عندي زي محسن بي قال عندي 365 يوم في السنة أقدر أستقبل سياح مزبوط؟ مزبوط مش موسمي مش موسمي مين منافسيني تونس مش مهم هي أسماء دول مش مهم دول قريبة أو بعيدة تركيا أو تيفر دول بيشتغلوا 3-4 شهور في السنة أو يجب أنهم يشتغلوا 3-4 شهور في السنة اللهم مشهور الصيف حوض البحر المتوسط ده ودول أخرى عربية بتشتغل في الشتة متشتغلش في الصيف لأن الجو عندها حر جدا ونسبة الرطوبة علي لكن الناس دي بتعمل أجندة على مدار العام أجندة سياحية أجندة سياحية على مدار العام تقدر حتى في الفترات اللي ماينفعش تستقبل فيها سياحة بتستقبل فيها سياحة وإحنا ما عندناش القشين دي ما كانش عندنا بدأ يبقى بدأ يبقى عندنا عشان نبقى أمنة بدأ يبقى عندنا لأنه الفكر تغير في وزارة السياحة أنا بشهد بدأ أنا راجل بقى لي كتير قوي في المجال ده الفكر خلال السنة اللي فاتت دي تغير في وزارة السياحة بشكلة آه ده حي عشان بس ما نبقاش طول الوقت شايفين إن احنا وحشين لا بجد لا على فكرة إحنا النهاردة القهنة السياحة دي شايف إن احنا حلوين بص حضرتك يعني احنا فعلا احنا مش قل من كده والله احنا عندنا شوية كنوسك احنا عندنا حتة ألماظ اسمها مصر سياحيا أنا اختلف معاك بقى في المقدمة في إيه إن مصر بلد زرعية لا مصر بلد سياحية على راسي يا عم لا مصر بلد سياحية في المقام الأول في المقام الأول مصر بلد سياحية ومصر دي لو عرفنا خلال فترة إن شاء الله تبقى قريبة باللي بيحصل في مجال السياحة خلال السنة اللي فاتت أو الفترة القصيرة اللي فاتت إن احنا يبقى عندنا زي بلاد منافسة لنا خمسين مليار دولار دخلها القاومي من السياحة في السنة بلد دي لو دخلها لمدة خمس سنين بس قل لي سنة خمسين مليار دولار من السياحة هتبقى بلد تاني خلص حلو قوي خلاص أنا موافقك والله وسعيد جدا كيف يمكن لنا تحقيق خمسين مليار دولار سنة ويا من السياحة؟ بص يا سيدة الرئيس أنت الرئيس بلد دلوقتي طبعا كلام زملائي وأصدقائي الأعزاء طبعا كلام سليم ومرجعي ولكن ولكن حضرتك عطف بيقى بيتكلم بيقول لك إحنا ما قبل حدثة لقصر وما بعد حدثة لقصر مزبوط لا يقاص في أي دولة من الدول المنافسة اللي احنا عايزين بزيها تاريخ السياحة فيها بالحوادث الأرهابية تمام وده سبب جوهري لا يمكن إغفاله عطف بي بيتكلم كلام سليم جدا وحسن بيتكلم برضو أيضا كلام سليم جدا ولكن الهاجس الأمني في مصر حاكم وهذا لا يتصق مع دولة تطلع لأجل تكون دولة سياحية فيه مشكلة كبيرة جدا مع احترامي الشديد إحنا محتاجين تسويق يعني ربما بس هل إحنا السنة دي السنة اللي فاتت عملنا خطة تسويقية كبيرة قوي قدت إلى أن عدد السياحة زيب بهذا الشكل الإجابة طبعا يعني طبعا موكب الموميات الملكية كان حدث عالمي جدا ما فأعتقدش أن أي دولة منافسة استطاعت أعظم تسويق تم افتتاح تاريخ الكباش حاجة كانت هائلة جدا فتم بفعلا تسويق مصر بشكل استثنائي بالحدثين دول وأن تطلع إن شاء الله أنه افتتاح المتحف يكون على نفس النصق يعني ولكن أنا عايز يعني لو إحنا بصينا كده بشكل موضوعي جدا هل مر على مصر ترجمة نانسي قنقر